السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أبطال الصف السادس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكنكت ولو انت أول مرة تشوفنا يريد تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول وامكملين يا أبطال مع يونت 9 What's the story What's the story زي ما قلنا يعني ما القصة بنتعرف في كل درسة على قصة جديدة قصة النهاردة The boy who cried wolf The boy who cried wolf يعني الولد الذي سرخ ثق يعني الولد اللي نادى وزعق كده بصوت عالي وقال الحقوني الزب ممكن يكون كتير مننا سمع عن قصة الراعي الكذاب تعالوا نشوف قصة النهاردة يا حلوين يا طرق هل هي القصة اللي احنا عارفنا ولا في بعض الاختلافات تعالوا نشوف مع بعض ولكن ناخد الكلمات الأول أول كلمة يعني sheep أول كلمة كلمة sheep وشيب يعني ايه خدناها كتير قبل كده اللي هي خروف يبقى sheep يعني خروف الخروف اسمه ايه حلوين برافو عليكم اسمه sheep sheep يبقى sheep يعني خروف بعد كده عندي كلمة الراعي اللي هو الراجل اللي بيهتم بالشيب الراجل اللي بيهتم بالخرفان اسمه shepherd shepherd يبقى عندي شيب خروف وشيب اللي هو الشخص او الراعي اللي بيهتم بالخرفان بعد كده يا أبطال عندي كلمة villager 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 يعني قروي ودي جاية من كلمة village village يعني قرية فvillager يعني قروي يعني الراجل اللي عايش في القرية او villagers السكان اللي موجودين في القرية يبقى شيب خروف shepherd الراعي وvillager اللي ايه القروي يبقى دول characters او الشخصيات اللي موجودة معانا في القصة بعد كده عندنا شخصية تانية واساسية في القصة اللي هو مين طبعا اللي هو الزئب الزئب اسمه wolf 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 يعني زئب سعلب يعني ايه سعلب يعني fox يبقى نفرق ما بين wolf زئب و fox اللي هو الزئب بعد كده أبطال عندي كلمة joke 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 يعني مزحة او يمزح يعني ايه مزحة يعني نكتة كده بالبلد ف joke يعني مزحة او الفعل نفسه اللي هو يمزح او يضحك على حد يبقى اسمها ايه اسمها joke بعد كده عندي كلمة hill 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 اللي هو التل hill يعني ايه يعني تل اللي هو حاجة كده مرتفعة عن الارض اصغر شوية من ايه من الجمل اللي هو mountain يبقى hill يعني تلة او تلة بعد كده عندي كلمة angry 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 دي adjective صفة معناها ايه معناها غاضب اسمها ايه اسمها angry angry يعني غاضب بعد كده عندي كلمة sorry sorry يعني ايه sorry يعني ااسف يعني شخص بيعتذر فبيقول لنا ايه فبيقول لنا sorry يعني ااسف نقول الكلمات مرة تانية sheep يعني ايه sheep يعني خروف وممكن برضو استخدم sheep كجمع بمعنى خرفان shepherd اللي هو الراعي valider يعني القروي wolf اللي هو الزب بعد كده كلمة joke يعني مزح او يمزح زي ما قلنا مزح يعني نكتة hell يعني tell angry يعني غاضب وبعدين كلمة sorry اللي هي اسف بعد كده يا حلوين هنروح للريدنج علشان نشوف حكاية مين حكاية البوي الولد اللي صرخ وقال الحقوني wolf الحقوني في زي اول حاجة الولد ده اسمه ايه اسمه بيتر احنا قلنا طبعا اي story اي قصة لازم يبقى لها characters لازم يبقى لها شخصيات ولازم يبقى لها setting يعني ايه setting setting يا حلوين يعني الوقت اللي حصلت فيه الاحداث وكمان المكان اللي حصلت فيه الاحداث بقى اي story لها ايه لها time وليها setting تعال نشوف احداث وشخصيات الstory بيقول لي once there was a boy called بيتر في يوم او مرة كان فيه ولد اسمه بيتر who lived in a village بيتر ده كان عايش في قرية he worked alone as a shepherd وكان بيشتغل لوحده كراعي looking after the sheep طبعا الراعي بيهتم بايه بيهتم بالشيب بيهتم بالخرفان every day he took the sheep of the hill اول طبعا كل يوم بيعمل ايه بياخد الخرفان بتاعته وبيصعد بيهم ليه التل and rested while the sheep ate the delicious grass وبيستريح كده تحت الشجرة زي ما احنا شايفين والخرفان بتاعت تاكل ايه بتاعت تاكل delicious grass يعني العشب اللذيذ يعني حياته عبارة عن ايه حياته عبارة عن انه بياخد الخرفان بيطلع معاها على التلة علشان يأكل العشب وهو يستريح تحت ايه تحت التري الشجرة فبعد كده بيقول لي one day بيتر was lying on the grass watching his sheep وفي يوم كان بيتر مستلقي او نايم على العشب وبيبص على الخرفان بتاعته he felt lonely يعني حست بالوحدة and bored وكمان كان ملان and decided to have something وقرر ان هو يعمل حاجة ايه يعني حاجة هو شايفها انها ممتعة بالنسبة له first اول حاجة he shouted بدأ ايه بدأ يسرق او يزعق ويعلي صوته ويقول wolf there is a wolf يعني زئب الحقوني في زئب طبعا بيزعق علشان يسمع مين علشان يسمع the villagers القرويين اللي كانوا شغالين في الفيلد تحت منه هو طبعا فوق التلة ويه تحت التلة في ايه في فيلد في حقول شغال فيها الفيلدجرز يبقى تسرق قال ايه the wolf zip there is a wolf you get zip to the villagers in the field below next he lay down and waited وبعد كده رجع مكانه ايه استلقى تحت الشجرة وبدأ ينتظر ايه يا ترى اللي هيعملوه الفيلدجرز الفيلدجرز اللي هما القرويين اول ما سمعوا صوت بيتر على الرغم من انهم كانوا شغالين قلقوا وراحوا ايه وراحوا علشان يشوفوا بيتر the villagers were busy working كانوا شغالين ومشغولين but they were worried about ولكنهم كانوا قلقانين على بيترز شيب على الخرفان بتاعت بيتر طبعا عارفين انه هو ايه بيشتغل معاهم لوحده فقلقوا so they put down ولذلك وضعوا their tools الادوات بتاعتهم اللي بيستخدموها and ran وجريوا to save them وراحوا علشان ينقذوهم طبعا علشان ينقذوا بيتر and his sheep بعد كده يا أبطال أول ما وصلوا للتوب لقمة التل they reached the top of the hill أول ما وصلوا القمة بتاعت التل طبعا كانوا بيصعدوا وتعبنين جدا فكانوا hot كانوا حرنين وكانوا tired وكل واحد فيهم ماسك العصايا بتاعته علشان يخلص على الولف they saw بيتر لقوا بيتر الأستاذ بيتر بقى كان ماله he was lying under a tree and he was laughing كان مستلقي تحت الشجرة وكان عمال يضحك there is no wolf it was a joke ما كانش فيه أي ما كانش فيه أي زئب ده كلام بيتر ليهم قالوا ما فيش أي زئب it was a joke يعني كانت مزحة يعني كنت بضحك عليه he said هو قال كده طبعا رد فعل هايبقوا مبسطين ولا هايبقوا زعلانين ومتعصبين هايبقوا طبعا very very angry the villagers were very angry and sad ال villagers القرويين كانوا زعلانين جدا وكانوا متضايقين وقالوا بيتر بيتر you must tell the truth لازم يا بيتر تقول الحقيقة وما تكذبش after that they left بيتر and went back to work بعد كده سابوا بيتر ونزلوا من التل علشان يرجعوا يكملوا شغل back to work رجعوا للشغل بتاعهم then بيتر did the same thing again later that week وبعد كده في نفس الأسبوع بيتر عمل الموضوع معاهم مرة تانية واحد ايه واحد يزحق ويصوت ويقول لك ايه ويقول لك wolf there is a wolf طبعا سدقوا بيتر مرة ورا مرة ورا مرة وكل مرة يطلعوا ايه يطلعوا زعلنين ومديقين من عند بيتر ويقولولو ايه ويقولولو you must tell the truth the villagers were very angry كانوا غطبانين طبعا بيتر you mustn't waste our time we are very busy they said finally اخر حاجة قالوها لبيتر يا بيتر ما ينفعش تضيع وقتنا بالطريقة دي احنا مشغولين ويه لازم ايه لازم tell the truth لازم تقول الحقيقة finally واخيرا on the last day of the week وفي اخر يوم في الاسبوع بيتر was with his sheep at the top of the hill يبقى اخر يوم من ايام الاسبوع بيتر طبعا عمل الموضوع ده معاهم كذا مرة في الاسبوع وفي اخر يوم كان بيتر موجود مع الخرفان بتاعته على قمة التل when suddenly a real wolf appeared لما فجأة طلع له اي طلع له زق بحقيق بيتر was very scared بيتر كان خايف جدا and climbed a tree وتصلى شجرة he called and called for someone to help him but no one arrived وقعد ينادي وينادي على حد علشان ينقذوا طبعا النتيجة ما حدش وصل ليه بقى لانه ما حدش مصدقه طب ايه اللي هيحصل the wolf killed and ate the sheep يعني الزق بجه وقتل زي ما انتوا ريفين في البكتور قتل الخرفان بتاعت بيتر ويأكلها بيتر understood why no one came طبعا بيتر خلاص عارف طبعا انه محدش جي ليه ليه طبعا لانه محدش صدقوا ضحك عليهم مرة واثنين وثلاثة وحذروا مرة واثنين وثلاثة فخلاص محدش هيصدق بيتر تاني and طبعا he was very sorry يعني كان ايه كان زعلان جدا وكان ندمان على اللي هو عمله انه هو كذب على ال villagers كذب على القرويين وفي نفس الوقت هو خسر خسر his sheep خسر الخرفان بتاعته ودلوقتي يا ابطول معدنا مع الفوكاب واول كلمة معنا هي كلمة lonely 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 يعني وحيد lonely يعني bored يعني ايه bored يعني يشعر بالملل main يعني اساسي او رئيسي اقول ايه the main idea of the text the main idea of the text يعني الفكرة الاساسية او الرئيسية في النص يبقى كلمة main يعني اساسي او رئيسي scared يعني خائف اسمها ايه اسمها scared 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 يعني خائف rail rail يعني حقيقي اقول ايه a rail wolf came to peter يعني فيه زئب حقيقي جيلي peter طب الحقيقة اللي احنا لازم نقول الحقيقة اسمها ايه اسمها truth 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 يعني حقيقة طب غير حقيقي untruth untruth يبقى نقولهم مرة تانية lonely يعني وحيد او يشعر بالوحدة bored يعني ملان او يشعر بالملل main يعني اساسي او رئيسي scared يعني خائف real حقيقي true truth حقيقة untruth يعني غير حقيقي recipe يعني وصفة yogurt اللي هو الزبادي خدناه طبعا كتير قبل كده mint نعناع pieces يعني قطع pole اللي هو وعاء ball اللي هو الوعاء واخيرا كلمة again يعني مرة تانية نقول بقى الكلمات again recipe يعني وصفة yogurt اللي هو الزبادي mint نعناع pieces قطع ball يعني وعاء واخيرا again يعني مرة تانية بعد كده يا ابطال عندنا تصريفات الافعال المنتظمة اول verb معانا هو الverb annoy annoy يعني يزعج او يضايق ويه الماضي بتاعها annoyed annoyed هنضف لها ايدي waste يعني يهدر او يضيع الماضي wasted wasted طبعا الفيليجرز قالوا لي پيتر don't waste our time يعني ما تضيعش وقتنا او ما تهدرش وقتنا believe يعني يعتقد او يؤمن الماضي believed shout يصرخ الماضي shouted shout shouted save هنعمل لها ايه هنضف لها الدي بس bravo عليكم هتبقى saved plan plan يعني وخطط هنضاعف ال N وهنضف لها E دي ليه طيب هنضاعف ال N لان plan منتهي 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 بحرف ساكن هو حرف ال N ولكن قبل ال N في حرف متحرك هو حرف ال A يبقى الكلمة لما تكون متكونة من مجموعة من الحروف الحرف الاخير حرف ساكن وقبل ومتحرك ولازم طبعا يكون مقطع صوتي واحد يعني الصوت واحد بس او فاول واحد في الجملة في الكلمة هنعمل اي هنضاعف الحرف الاخير وهنضي في ال D زي اي plan هتبقى kill killed appear appeared reach الماضي reach نقوله مرة تانية annoyed waste wasted believe believed shout shouted save saved plan planned kill killed appear appeared واخر حاجة reach والماضي منها reach بعد كده يا أبطال هنروح لحاجة مهمة وهي expressions التعبيرات وحروف الجر اللي بتيجي معاها اول expression معانا angry طبعا قلنا angry يعني غاضب angry with يعني غاضب من اقول the villagers القرويين were angry with Peter كانوا غضبانين او زعلانين من Peter at the end يعني في النهاية at the end it's fun too it's fun too it's fun too يعني من الممتع أن وبييجي بعد to infinitive يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات tell stories يعني يروي قصص look after يعني يعتني بي او يهتم بي tell the truth tell the truth tell the truth يعني يقول الحقيقة بعد كده يا أبطال عندنا جزئية عن story القصة how to write a story لو انا مثلا عندي قصة في دماغي وانا عايز اكتب story ايه المفروض القطوات او steps اللي انا امشي عليها علشان اكتب القصة دي اول حاجة اللي لازم نخطط للقصة يعني مثلا انا في دماغي فكرة معينة لازم اعرف اول الفكرة دي ايه واخر الفكرة دي ايه اللي هيحصل في الاول ويه اللي هيحصل في النص يعني climax يعني ايه climax يعني قمة الاحداث او الحبكة الفنية بتاعت الاحداث هتبقى عاملة ازاي وبعد كده ايه وبعد كده نهاية القصة يبقى بداية القصة هتبقى ايه الشخصيات ايه المكان الزمان زي ما قلنا setting والاحداث بتاعت القصة هتمشي ازاي كل ده اسمه ايه اسمه plan يعني خطة فاحنا المفروض plan our story يعني نخطط للقصة بتاعتنا and decide what it will be about ونقرر القصة دي هتبقى عن ايه يبقى اول حاجة هنعمل plan هنعمل خطة القصة دي هيبقى ايه موضوعها او بتتكلم عن ايه بعد كده write a first draft to your story طب يعني ايه كلمة draft draft يعني مسودة يعني ايه مسودة يعني هتكتب يعني حاجة كده زي الشخبطة هتشخبط فيها كده يا طرى انا عايز اكتب ايه طب الشخصية دي اسمها ايه يا طرى هيبقى اسمه بيتر ولا هيبقى اسمه جون ولا هيبقى اسمه علي ولا هيبقى اسمه محمد ولا هيبقى اسمه ايه ده بالنسبة لايه ده بالنسبة لل draft او المسودة يعني التصورات بتاعت القصة بتاعتي انا بكتبها على جنب في ورقة ويهبقى محتفظ ايه بالورقة دي علشان اشوف ايه اللي هعدله على المسودة دي يبقى المسودة عبارة عن ورقة بنكتب فيها افكارنا بعد كده طبعا حاجة مهمة جدا check بنراجع ونتأكد من spelling والgrammar بتاعنا يبقى لو فيه ايه اخطاء بنعمل لها ايه بنعمل لها correct يعني نصحح الاخطاء دي يبقى check and correct your spelling and grammar ده برضو بيبقى موجود ده ممكن نعمله كمان في الدرافت في المسودة المسودة دي بنكتب فيها اي حاجة قبل ما نبدأ فعليا في كتابة القصة اخر حاجة share it with friends and enjoy طبعا بعد كده بتشارك القصة مع اصدقائك وبتوريها لصحابك وبيقولوا لك رأيهم وبتستمتعوا مع بعض بقراءة الصوري بعد كده يا ابطال هنروح لريسيبي ريسيبي احنا قلنا ايه ريسيبي يعني وصفة وصفة اكل طبعا فالنهار ده يا حلوين هنتعلم مع بعض ازاي نعمل صلات الزبادي تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي اول حاجة طبعا فيه steps معينا خطوات لازم نمشي عليها first اول حاجة take a cucumber and cut it in pieces يعني اول حاجة هتاخد cucumber يعني خيارة and cut it into pieces ويهبدأ اقطعها لقطع صغيرة next بعد كده mix mix يعني يخلط او اخلط هو لما بيكلمني بصيغة الانفاناتف لما بيبدأ الجملة بالانفاناتف بالفعل في المصدر فهو كده الجملة دي جملة imperative يعني جملة امرية يعني mix يعني اخلط اليوغرط and mint اخلط الزبادي وكمان معانا نعناع in a bowl في بولا او وعاء after that وبعد ذلك add some garlic اضف بعض الgarlic اللي هو التوم and salt والملح if you like يعني لو انت حابب تضيف توم وتضيف ملح اضيفهم على ال recipe او الوصفة دي finally واخر حاجة take it to the table for everyone to enjoy خد معاك ال recipe اللي انت عملتها اللي هي صلطة الزبادي على الصفرة ويخلي كل واحد يدوق ويستمتع بال recipe الجميلة اللي احنا عملناها يبقى دي عبارة عن ايه عبارة عن steps او خطوات بتعرفنا how to make صلطة الزبادي recipe ازاي حلوين لو احنا عايزين نتكلم عن حاجة ازاي نعمل تتابع للاحداث او ترتيب للاحداث يعني ايه اللي حصل في الاول وايه اللي حصل بعد كده وايه اللي حصل في الاخر ده اسمه sequencing adverb sequencing adverbs يعني تتابع الاحوال او الظروف اللي هو ايه الظرف اللي هو first اولا وnext وafter that وfinally دول اسمهم ايه دول اسمهم sequencing adverbs يعني ظروف انا بستخدمها علشان اقول الاحداث دي او الحاجات دي حصلت امتى ايه اللي حصل في الاول وايه التالي وايه اللي بعد كده وايه اللي حصل في الاخر يبقى we use sequencing adverbs to say when things happen امتى الحاجات حصلت هم بيساعدونا they help us بيساعدونا to understand علشان نفهم the order of events علشان نفهم ترتيب الاحداث this makes the text easier to follow وده بيخلي النص سهل اننا follow نتابعه او نعرف احداثه وتسلثل الاحداث فيه فاول حاجة لو عايزين في الاول نقول في الاول او اولا هقول first first يعني اولا بعد كده هقول next next يعني التالي then يعني ثم انا بنقل من فقرة لفقرة تانية باستخدام ايه باستخدام then we after that يبقى then معناها ثم after that يعني بعد ذلك واخر حاجة لما اجي اختم هقول finally يبقى finally يعني اخيرا يبقى ترتيب الاحداث بيمشي ازاي او الحاجة first اولا بعدين next التالي بعدين then ثم after that بعد ذلك واخيرا اللي هي finally بعد كده حلوين عندنا جزء pronunciation جزء النط النهاردة نتعلم مع بعض how to pronounce the sound what the sound what اللي هو صوت حرف ال-W هو حرف ال-W معنا ك-W اسمه W يبقى في فرق ما بين زي ما قلنا في فرق ما بين a letter as a name الحرف كاسم و a letter as a sound كالصوت فحرف ال-W ده اسمه بيدينا صوت و و like water يبقى اي كلمة فيها حرف ال-W هنطأ ال-W و water wolf whale whale طبعا W جنب H في الغالب ال-H هتبقى silent فهنقول whale whisper يبقى في كلمة whale وفي كلمة whisper ال-H silent وطبعا الحروف الكلمات بتاعة الاستفهام او ادوات الاستفهام اللي بتبدأ بال-W في الاغلب بتبقى ال-H برضو silent يبقى water wolf whale whisper طب يلا ناخد كلمات اكتر وهخليكم تقروا الكلمات اول كلمة هي كلمة يلا برافو عليكم كلمة when when طب اللي بعدها wave wave وبعد كده west 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 كلمة went went بعدين walk walk طبعا ال-L silent walk what what white white wolf wolf where where كل الكلمات اللي فيها ال-W جنب ال-H كانت ال-H silent وال-W زي ما قلنا نطقناها و و و بعد كده حلوين هنروح ل stressed syllables يعني ايه stressed syllables اول حاجة كلمة stress stress يعني انا بعمل stressed او تشديد على حرف معين او على مقطع معين موجود في الكلمة اول حاجة stress part يعني الجزء اللي عليه شدة او اللي عليه علامة التشديد او التشديد اللي انا بقوله بصوتي as a sound ما الوقت بيخلي الكلمة stronger than the rest of it بيخلي الجزء ده اللي انا حطيت عليه stress او عملت عليه الشدة اقوى وظاهر في النطق اكتر من باقي الكلمة او باقي الجملة يعني انا ممكن اعمل stress على مقطع في كلمة واحدة وممكن اعمل stress على كلمة في جملة او في عبارة ازاي ابطال الكلام ده بيقول لي when a word has a prefix لما يكون الكلمة فيها prefix يعني ايه prefix قلنا حرفة او مجموعة من الخروف بنضيفها لأول الكلمة علشان تغيرلي المعنى وتديني كلمة جديدة بيقول لي the prefix usually isn't stressed يعني لو الكلمة فيها prefix ال prefix ده ما بيبقاش عليه stress بيبقى stress على السيلبل الثاني او على الجزء الثاني من الكلمة زي ايه مثلا زي كلمة recent recent بيقول لي stress مش على re stress على send اقول recent يبقى كده stress او التشديد على second part على الجزء الثاني من الكلمة الجزء الثاني من الكلمة ده اسمه the base word يعني الكلمة الاساسية الكلمة الاساسية اللي هي متضفلها ايه متضفلها ال prefix تمام بيقول لي if the base word has one syllable لو الكلمة دي الكلمة base ليها مقطع صوتي واحد ليها syllable واحد the stress is on the base word يبقى stress على الكلمة الاساسية زي ايه مثلا زي recent اللي احنا لستا قيلنها الرسطرس ما بيبقاش على re بيبقى على send بقول re send re send dislike هيبقى stress على this ولا like طبعا هيبقى stress على like هقول ايه dislike dislike يبقى stress على like كمان كلمات زي ايه زي indoors indoors يبقى stress على doors replay stress على play untidy stress على tidy incorrect correct يبقى stress على correct disagree يبقى stress على agree يبقى ماقول stress يبقى كده انا بضغط او بعمل تشديد على الكلمة التانية او على الكلمة الاساسية مش على المقطع اللي هو بضيفه لي الكلمة في الاول تعالوا يا حلوين ناخد مع بعض يلا نتعلم ازاي نعمل stress على المقطع التاني او الجزء التاني هي نعيد ارسال الرسالة يبقى مين اللي تعمل عليه stress send why do you dislike surfing انت ليه ما بتحبش surfing اللي هو ركوب الامواج يبقى هنا عملنا stress على dislike dislike او 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 يبقى كده التشديد على doors يبقى ايه يبقى التشديد او ضغط على happy يبقى يا حلوين بفكركم مرة تانية انه prefix ده مجموعة من الحروف اللي احنا بنضفها على اول الكلمة ومش هي اللي بعمل عليها stress stress بيبقى على buzzword او الكلمة الاساسية اللي متضف لها prefix اتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتقابلوا قريب جدا باذن الله في الدرس الرابع والخامس استنون